بسم الله الرحمن الرحيم كبسة بنكهات مكسيكية على اللحم نضيف الثوم الملح وكاري ايون رشة زيت زيتون ونغلفها بإحكام ناخذها على القدر ونضيف عليها الماء ومن ثم على الفرن 4 ساعة فلفل الآنشو ننزع بذوره ونضيف عليه ماء حار ونتركه 20 دقيق على القدر نضيف بصل بطاطا حلوة ثوم وعود فلفل بهذا المستوى نضيف الباذنجان مع البهارات الصحيحة ناخذ الآنشو على الخلاط مع غرفة ماء نضيف عليه خل مع الثوم نضرب خلاطه في النهاية رشة زيت زيت لن يوصل إلى هذا القوام نضيف ملعقتين مع الخليط على حمسة نوزن الملح والرز وناخذه على النار الخليط الآنشو نضيف عليه العسل وزيت زيت مع خلطة فهارة ونمسح اللحم وناخذها على الفرن تتكرم وهذه النتيجة وصفة جميلة جدا لا تفوتوها ترجمة نانسي قنقر